السلام عليكم. الخبر جديد واللي هو حديث الساعة هنا في اسبانيا هو تعديل جديد للقانون الهيزرة. طب بعد الحال هذا خبر مهم خاصنا نتقسمه ما بعديتنا في هذه القناة هذه ونقول لكم شنية اهم التعديلات اللي دخلت في قانون الهيزرة جديد هنا في اسبانيا صراحتان هاد القانون اللي كنا نتسنواه مدة طويلة واخيرا نخرج الوجود كيتم الموافق عليه بصفة رسمية وكيدخول للجريدة الرسمية. بزاف تباك الله هذه التعديلات اللي كينا جديدة واللي غنتقسمها معكم ان شاء الله هذه الطيادة لان ديك شي كامل لتم الموافق عليه واللي دخل في الجريدة الرسمية لدولة هنا في اسبانيا كيش لا ما يتقال. اذا هنا هاد الفيديو هاد ما يكونش باش نوضح فيه كل شيء اش تم الموافق عليه ولكن اعطيكم على نبدأ على كل حاجة من الامر المهمة اللي كتهم من المهاجرين هنا في اسبانيا طب هاد الحال هادك شي جينا باش نديره الفيديو هادا باش نتقسمه بعض المعلومات المهمة ان شاء الله كانت سنة منكم اللايكات في الفيديو هادا وغادي نقوله اشنو وقاع لحد الساعة وشنو تقدروا تسمعو وتستفدو من ذاك شي اللي وقاع في القانون هزراء جديد طبعا هنتكلم ولجن هضروا مثلا على الاقامة ديال اللي كانت معروفة هنا في اسبانيا ذاك الاقامة اللي كت معقدها بزاف ديالناس كانت مشكل صراحة شنية هي الاقامة بدون عمل هادي واحد الاقامة كانت معقدها بزاف ديالناس كتجيب التجمو عائلة من البلاد مثلا اقامة بدون عمل تكقد pushed واحد immunity معينة ولا تلقى كنترا ذ ego او لا تكون هنا في اسبانيا كعتوك اقامة بدون عمل حتى sj Rush الهاغ عسمية شاء رسمتها اقامة بدون عمل تفهمنا اي اقامة ستحصل الي seen spanya فهي اقامة فيها اقامة وعمل كيف ما بغي يكون نوع دي الاقامة سو كانت الاقامة اللي عندها علاقة بالخدمة بتجملها ايلي بالقراية باي اقامة عايكون فيها اقامة وعمل اقامة بدون عمل رسميا ما بقاش في اسبانيش حاسمتها اقامة بدون عمل تفهمنا ادي واحد حاجة مزيانة بزاف كانت معقدة بزاف ناس دي الامر دالش كي يجيوا الناس تجملها ايلي مثلا او الدراسة او او ريكو برفورماتيون مثلا اخر ما تفكيت دايك اقامة بدوني عمل فطب بعد حالة دي انا في اسبانيا تلغط بزافة رسمية الحاجة التانية والمهمة بزاف شنو هيا هي ان الاقامة اللي قدتع توناهنا في اسبانيا ديل السنة من بعدها كدك بعطوه سنتين كدك علdirين كاعدوا سنتين وماعد aktuell انك انك تعطوه خمس سانوات دبلا ما بقاتش هيك دا دبغى عطاوك اقامة ديل السنة مباشرة بدالتسالة السنة اعطاوك اقامة ديل اربع سنوات مباشرة ما ما يبقاش يعطوك عامين في عامين اربع سنوات مباشرة بعد سنة اقامة اولى هذا هو احد تعديلته هو مهم بزاف سراعة يوفر عليك ذاك تفكير في الكونترا وذاك حميق الراس وذاك المشاكين الكاملة يعني السنة الاولى اللي يعطوك ذا الاقامة إذا كنت دخلتي غصة شهور مينيمو ديال الخدمة فكافية باش يعطوك اربع سنوات مباشرة بعد الاقامة ديال السنة بالنسبة للتجمع العائلي كنت سهلة طبعا دلالحال في النسبة للناس كمين سواء الناس اللي عندهم الجنسية الاسبانية انتهنا عندك الجنسي الاسبانية وباقي ولدك في المغرب مثلا وفي الجزائرا في دولة فاتقدر تجيبهم وخيكم في عمرهم 21-22-23-24-26 هو الماكسيم وادات سي صراحة الزوين في التجامل العائلة وكي نحوه جخرين في التجامل العائلة رجعوا له فيديو اخر تفصيلين ان شاء الله باش نوضحها. احنا غير كان دينو نبدات شوية شوية من الحاجة باش تاخدوا فكرة على شن نوقع في الاقامة اه او لا في القانون جديد اه دي الهجرة جديد في اسبانيا. نتكلموا مثلا للرايجو المعروف اللي هو الرايجو سوسيال. الرايجو سوسيال من بعد ثلاث سنوات خصيقتنوه تعدل الوريقات ديالك يعني كتنوه تتقلب على حقد عمال وتقلب على كونترا وتقلب على المسائل البروفات وذك شي جماع باش تدل الوراء. هاد الرايجو السوسيال واللي اسميتو سوسيو لابورال. ولكن ما بقاش لتلسنية ولا فقط على عامين. عامين فقط تقدر تعمل فيها الوريقات ديالك هنا في اسبانيا. يعني عامين اقامة بشهادة سكنة او باي بروف اي بروف ماشي غير شهادة سكنة فقط. عندك شهادة سكنة عندك شي شي داليل انك كاينة هنا يعني كل شي مقبول سواء كانت شهادة سكنة او اي داليل اخر. فعامين اقامة هنا في اسبانيا فقط كتخول لك انك تعمل بهالوريقات ديالك هنا في اسبانيا فقط تقلب على واحد عقد عمل ولي ما بقاش هديش حل بحل هديش حل كانت الكونترا ولا بودة تكون كونترا مثلا انديفينيدو اللي تكون فيها متين ربعين ساعة ولا دبلا. دبلا كونترا اللي كانت فيها ثلاثين ساعة تهي مقبولة. وحاجة اخرى نقول لكم اذا لقيت كونترا فيها ميديا خورنادا وكونترا اخرى فيها ميديا خورنادا. شركهم بيوجه حتى هم مقابولين. هاتش مكانش في اللول. دبا حتى هم مقابولين. قيت كونترا ميديا خورنادا عند واحد وميديا خورنادا عند الاخر. وبغيت ادي الرائق اه اللي تسمى بتلا السوسيو اللابورة اللي معروف رائق وسوسيال. فحتى هاتش كامل اللي كانقولو هكا بالزربة غنفصلو فيديوهات مدققة باش كوش يفهم لاجراءات كيفاش كتمشي. الرائقو بورفورماتيون اللي معروف دائما اللي ولسميته السوسيو فورماتيون دي العامين اقامة هنا في اسبانيا. كي يخول لك انك تدفع واحد الرائقو. الدفع الوريقات دي الدراسة دي من الاجل انك تدر واحد ديبلوم. كانت كيتسمى الرائقو بورفورماتيون. دبول اسميته الرائقو السوسيو فورماتيبو. قبل كنو كعتاوك اقامة دي السنة باش دير واحد الكورسو. واحد ديبلوم. ولكن الاقامة كيعتاوك بدون يععمل. دبا قد كو من نساوش حلس بيتا بيتا عمل. دبا هادك الرائقو بورفورماتيون اللي اسميته دبا السوسيو فورماتيبو. غي اعتاوك الاقامة اي فوت شدة تقدر تخدم بها. مش مشكلة خدم وقرأ. يعني تقدر تخدم حتى عشرين ثلاثين ساعة في سيمانة ما كيش مشكل. ترون كلمة. خدم على عرسك النوب باسانادة. وقرأ ديبلوم ديالك اللي انت هتقرعه. يعني فاش كتدوز عامين هنا في اسبانيا تقدر تعمل الرائقو السوسيو لابورال ولا السوسيو فورماتيبو. اللي لقيت قدامك سهل هو هادك ديره. بحال بحال وكيش مشكل. ونزيدكم حاجة اخرى. فهذا الرائقو السوسيو فورماتيبو اللي كان كذلك معروب الرائقو بورفورماتيون. قبل كانت مثلا انا كملت عامين هنا في اسبانيا وصافي ودرت الرائقو بورفورماتيون ديال كاماريرو متلا. كاماريرو شديد ديبلوم ديال كاماريرو. ولكن فاش قلبت للكونترا مرقيتاش كينة في كاماريرو. الخيتاء كينة في دومين اخر. الخيتاء في الخردين ولا في الأوبرا. نقدم بفع بها. ما كانت شفرات كماتقادية هذي. هذي نقدم بفع بها. وخال كونترا اللي عدقيت ما شيف الكورسو اللي عملت. حتى هي ولت مقبولة هاد المرة هذي بالنسبة الرائقو السوسيو فورماتيبو اللي تعطاها الكتابة. ايا سيدي. هذي كلها تسهيلات اللي هي وعرة بزاف. اللي هي جوينة بزاف اللي غتعجب بزاف ناس طبعا الحال وغتكون في الصالح بزاف ديال ناس. امر اخر اللي عندو علاقة بالكنتراس ديال الخدمة اللي كنجيبو الناس من المغرب او من دولة اخرى كينا كنبينيو مع المغرب كينا موريتانيا كينا سينيغال كينا كينا دولة اخرى بامريكا اللاتينية مع قلش شحل. المهم كينا كنبينيو مع المغرب الدرجة اللولة. انه لا تجيب شي واحد بالكونترا في القانون اللي كين حاليا معقدش شوية بالنسبة لكي تجيب شي واحد من المغرب. بشي الاينام بدر طلاب ديك الاينام ما تلقاكش تلك ورقات ديك سراخرية. بزيف كيعقدو الامر كتتعذف. مرطا استيقاع تجيب شي واحد من المغرب وانت محتاج فيه في ديك الكفاءات اللي انت باغيه متوفرة فيه معلم في شي حاجة ديك شي اللي باغي انت سواء باغي معلم بناي ولا ميكانيك ولا كوزيني ولا شي حاجة. ويكين كيعقدوك الامر بالورق ديك مول اه شركك يعجز. ده با سهلو المستارة. ولي السهل انك تجيب شي واحد من المغرب متانين اذا كنت عندو الكفاءة اللي انت باغيه. عندو دك الديبلوم توفرة في ديك الشروط هذي كنت تنسيق مع المغرب. مع لنابك متانين. او لي تقدر ديله راسك. يعني الامر ولي اسهل وعن نرجعو التفاصيل ديالو باش ندره على كل اللي انا راح الجريد الرسمي دي للدولة راح المسوى الددابة وهد القانون الجديد التعديل راح قدو قد سخت. اجي مقرأ لكل شي وحط كل شي في ديو واحد راح صعيب الحال. الكن اعطوكم بعد انو بدت باش عرفو حد الساعة شن واقع. وهذا امر مهم بزاف. طبعا الحال بانك باش جيب شي واحد من المغرب يسهل كل مأموري. كنت قامت هنا كين المعلم اللي فيه ديك تخصوص اللي انت باغيه. ولكن ما كينش نفس باني كينه في المعلم. ولكن كيعقدوك الامور ديك باش جيبوه. ده بايولي الامر اسهل بكتير من ديك شي اللول. وهدي اجراءاتي دي ارجعو لي له. واخر. اطلالة على الفيزات بصفة عامة اللي كنتكلمو عليهم دائما. الفيزات راعني كين استدعى انواع دي الفيزات حاليا اللي ولد في اسبانيا. نضاف واحد جوج انواع دي الفيزات الجدادين اللي هو اللي معروفة اللولة ليستانسيا ديال ديال كورتا دوراثيون اللي هي الفيزة الصغيرة. ديال شهر شهرين التلشهور مثلا دي مبقاش بما في فيزا دي العامين او تلسنين او لا. فيزا دي الشهر شهرين تلشهور او الفيزا دي العام هي اللارقة قعمة دي الطويلة. زايد الفيزا المعروفة دي كعتنوك فيزا باش كتكون ديرت واحد كونترا دبرتي الوريقات هذا دفعتي اطلع من المغرب باش بشي تخدم واحد شركة كعتنوك الفيزا كتسمى فيزا دي الريسيدنسي هذي فيزا كتطلع بها باش كتشبه الوريقات ديرك وكتبع الخدمة ديك. الفيزة اللي دبا اه جديدة بحل هي الفيز الفيزة للترانسيتو ايرو بورتواريو. شنو هي هذي? الفيزة دي الترانسيتو ايرو بورتواريو هذي يولي مطلوب او بليجي عليك تاخدها اذا كنت عيبشي دولة اخرى اللي كمشي لها بدون فيزا. معروف ان المغربة كمشو بزاف دي الدول بدون فيزا. عيبشي ماليزيا تركيا اه تمشي مثلا اه نشي دولة اخرى اللي كتدير لسكال مثلا في اسبانيا. سواء في برسلونة او في مادريد. فخصي تطلب عليك الفيزة الترانسيتو ديال ايرو ب بشي عارفوك ارنتا. عادي تدوز وعدة كون مورقة بش مكي يسمح لك شي انك قد تحرك في phone كما بغيتة وابش ما تسلكش بالعربية صافي بش انك جاي لديك البلاس غدatched parl strategies dzień ياسبانيا مطلوب وباش ما تقاو البلومش طب بعد الحال زائد الفيزا اللي معروفة ديال بوربوسكارات رباحوكين واحد نوع دي الفيزا طلبها كتسمح لك انك جيل اسباني باش تقلب العمال كيكون فيها تلت شهور كتقلب العمل ملقى جيش كترجع بحالك واغلبية اللي كيديروها كي يحرقوها الفيزا باش نكون واقعية صراحة مهم هدي مجموعة نوباد اعطيتها لكم معلان قانون جديد بتعديل جديد للقانون الهجرة اللي كناك انتسنوها ديش حال غادي نرجع معكم ان شاء الله هاتش يادر كنتكلموالي رايستفدو منوك ثلاثمائة الف شخص غير لنا في اسبانيا صراحة هنرجعو بالتفاصيل فيديوهات متشالية على كل حاجة مدي طيادة ونوضح لكم كل شي نفهموكم باش تعارفوا بالضبط فينش حبت ترجلكم في اي حاجة شنو المطلب منكم شنو خصكم تدير اذا نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم دلونوا لايك لات بزارة الاخوان بارتاشي فيديو متخلاشي عندك وقافة في فيديو القديم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته